يا مساء الفل والوردة عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة. يعني لو صحية من النوم ومزاجك مش رايق ان انت تعملي غدا والجوة حر نور زي ما احنا عايشين الايام دي. هخليك تعملي وصفة غدا سهلة وبسيطة ومنجزة. موفرة جدا وسهلة. بكوبايتين من الدقيق هنعمل مع بعض وصفة طحفة جدا وجميلة. هنعمل البيتزا السيلة. البيتزا دي ينفع نعملها في الفرن. وينفع كمان نعملها في طوصة على البتجاز. تعال اقول لك ما قادرها ونشوف مع بعض هنعمل ايه? اول حاجة طبعا معايا كوبايتين من الدقيق وكوبايتين الدقيق دول معايا كوباية مية. هل هستخدم كوباية المية كلها? ولا لا? خليكي معايا ونشوف مع بعض. معايا ربع معلقة ملح ومعانا كيكشيف. ليه ما اخترتش يكون معايا بيكنج بودر? الكيكشيف زي ما قلت لك قبل كده. وزي ما انتم آآ الناس اللي بتتبعني عارفة ان انا بحب استخدمه جدا في المعجنات. ومعلقة من الخميرة الفورية الجافة. طبعا على حسب الكمية اللي انت حطاها. وحطت كمان معلقة من السكر. حلو الكلام. هنا معلقة وربع كده. بس انت ممكن تحط معلقة. حطت معلقتين من اللبن البودرة. وكمان هحط معاها آآ قلبت كده اللبن البودرة مع آآ الدقيق. تمام? وكنت ضيفة عليه طبعا السكر والملح. وهبدأ كده هنزل كان عندي معلقتين من الزبادي. يعني الوصفة النهاردة مش مكلفة خالص. معلقتين من الزبادي وضفت عليهم كمان بضاية. تمام كده يا ستكل? تمام يا ستكل. هنبدأ كده اكسر البيضة بتاعتي. وهبدأ كده هقلب الخليط بتاعي. وهيدينا بقى خليط حلو جدا وزي الامر. طيب هنستخدم لكل كوبايتين دقيق قد ايه مية? كوبايتين دقيق. همسك بقى كوباية المية بتاعتي بعد ما بدوب البضاية مع ايه هبدأ اضيف المية حبة بحبة. علشان ما يعني ما تتراش معاك قوي كده وتضطري بقى ايه? بس ايه لو اضطري تعادي عليك ان احنا نحط معلقتين دقيق. لكن انت خليك حريصة كده واحدة بوحدة. حلو الكلام. وتبدأ كده تضيف يعني ايه حاجة بسيطة. هتاخد معايا قدية? هتاخد معايا نص كوباية مية. يعني كوبايتين ادي ايه? هياخدوا معاكي نص كوباية من المية. حلو الكلام? خلاص كده زي ما انتم شايفين كده. دي نص كوباية انا حبيت اورها لكم برضو. وهيتديك عجين كده زي عجين البنكيك. وبعد كده تبدأ يا سيت الكل تجيبي بقى آآ صانية او طاصة زي ما تحبي وتبدأ ايه تحطي اللي هي تسيبيها تخمر. لا سيبيها تخمر اول. تمام? آآ وهنبدأ بقى نعملها بقى في طاصة على البتجازة. ما قلت لك في صانية. ايه الصانية انا بتهنها كده بزيت. تمام? وهبدأ انزل بالخليط بتاعي. اختمرت ايه? في الصيف. ما خدتش معايا يمكن ربع ساعة لتلت ساعة. كانت خلاص خمرت. لان هي سيلة. تمام? انما لو في الشتاء في الشتاء ممكن تاخد معايا نص ساعة كده او حاجة اكتر اربعين دقيقة حاجة كده يعني. لان احنا كلنا عارفين ان في الصيف الحاجة بتخمر بادري وزيادة يعني. آآ طبعا انا هنا كان ممكن اضف لها يعني ايه معلقتين آآ صلصة اللي هي صلصة البتزا او كاتشاب. وآآ تبدأي برضو تساويه كده على البتزا من فوق او على العجينة من فوق. انما انا بقى كانت جو حرارة وكده فقلت ايه خليها بآآ جبن كده وخلاص. آآ لكن انتي لو حبت آآ تضيف صلصة بيتزا كأنها بيتزا عادية مفيش مشكلة. انما انا حبيتها خليها كده ايه تبقى خفيفة وتكون سهلة كده وجميلة معنا. آآ جبنة موزاريلا على آآ لو عندي جبنة مبشورة آآ رومي او شيدر ضيفي. انا كان عندي بقى بواقي بسترمة على بواقي رومي مدخن. آآ على طماطماية فلفلاية. الطماطم طبعا شايلة القلب بتاعها. ومقطعة اللي هي الطماطم من برة بس اللي هي اللحمة بتاعتها من اللي شايلة. تمام? وحطيت بقى ايه زيتون آآ طبعا كان عندي زيتون سود. لو عندك زيتون مشكل ضيفي. والفلفل تقطعيه زي ما انت شايف كده شرايح الطماطم وعليها البسترمة. ما عندي كيش بسترمة. يبقى عادي جدا. ينفع نعملها بزيتون وجبن. وآآ طماطماية كده وآآ يعني مش شرط خالص. آآ تكون عندك البسترمة او الرومي المدخن. ممكن عادي جدا. ممكن فراخ آآ صدر فرخة كده. او قطعة بنيتكن عندك. دخلتها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. ما خدتش معي عشر دقائق كده. وآآ بدأت آآ خرجتها. آآ لو عندك مروحة شغالي عليها المروحة. ما عندكيش. خليها تاخد لون من تحت وبداية حطيها تحت الشواية. يعني دقيقتين او دقيقة بالزبط. وممكن تحطيها على الارضية وتفتح الشواية تبصي تلاقيها استويت معاكي. بصي تغعت اللهم بارك جميلة جدا مستوية وهشة وخفيفة يا بنات فوق ما تتخيلوا. بجد جربوا الوصفة. الوصفة جميلة جدا. اتمنى يا رب ان هي اتعجبكم. جربوها كده وقولولي رأيكم ايه? آآ حاجة سهلة وبسيطة ممكن تحمر جنبها شوية بطاطس. آآ جنبها بقى كاتشب مايونيز. آآ يعني بصي هي اكلة بسيطة وسهلة جدا. عايز اقول لي في اليوم ده انا عملتها وكان جنبها شوية بطاطس. قدت الغرض وكانت جميلة جدا. آآ في نهاية الفيديو اللي اعجبكم. ما تنسوش تعملولي لايك. واشوفكم فيديو جديد مع السلامة.